موسيقى مأتم الأنبياء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام حضيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليه السلام فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواسات ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخرة زكريا عليه السلام عن الاحتجاج للشيخ أبي منصور أحمد بن علي الطبرسي عن سعد بن عبد الله أنه سأل الإمام المهدي عليه السلام عن تأويل كافا يا عين صاد في سورة مريم وفيها قصة زكريا فقال عليه السلام هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن زكريا سأل الله ربه أن يعلمه الأسماء الخمسة فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن عليهم السلام ذهب عنه أمه وانجلا كربه وإذا ذكر اسم الحسين خنقته العبره فقال عليه السلام ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم منهم وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال كافا يا عين صاد فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العطرة الطاهرة واللياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عليه السلام والصاد صبره عليه السلام فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيهن الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرفيه إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس غليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه المصيبة بساحتهما ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم أفجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فرزقه الله يحيا وفجعه به السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اشتركوا في القناة